طبعا فريق التحاد الحراش إذن بدخول فارسة بن عبد الرحمن وأمين تواتي يصبح يلعب بهندو في أسطى الميدان رفقة غربي بوعلام على الجهة اليسرى بومشرة الجهة اليوسرى اليمنى ويشير كرأس حربة وتنطلق ينطلق الشوط الثاني في انتظار ما سيفعله بمشرة هل بومشرة سيسجل الآن ودفاع عن بعد حوالي 26 مترا الكرة رح تكون موزع ناحية المواجمين بعلامي وزح ومرت من أمام الجميع تبقى الخطورة وجانبية يا سلام على فرصة ضاعت للفريق اتحاد الحراش مرت من أمام الجميع دفاع الشميب يتفرج وهجوب اتحاد الحراش أيضا يتفرج على كرة مثل هذه بالكرة العرضية فريق اتحاد الحراش سواء كانت كرة ثابتة أو ملعوبة بإمكانه أن يعدل النتيجة ويصنع الفارق شوف الكرة مرت من أمام الجميع ومرت أيضا من أمام علي سامي يشير البحث عنده نائل هجوم كرة صعبة هو مليك عسلم متأخر متأخر يا مليك متأخر يا مليك في هذه الكرة حظه التقنية من علي ريال كانت ممتازة خليلي رجعت له الكرة الآن يرسلها طويلة وضع يتسلل يقول حكم المباراة من يحيى شريف نسمع فانسار فريق اتحاد الحراش وآسيجهم وأغانيهم للجبيبة الحراش أفضل خلال هذه المرحلة الثانية تغطية دفاعية رايع عن طريق دمه ينقض الموقف تبقى الخطورة والدوخة بفضل قامت دوخة يلتقط هذه الكرة واحد من نعبين المتميزين في الفريق اتحاد الحراش ومن الحراش المتألقين هذا الموسم صعب المخالفة هذه المخالفات المقوصة داخل على يمين حراش المرمى بنائم يرسلها بنجلي دمنا تكون خطيرة وصعب ودوخة بصعوبة يخرجها كرة كانت دكية أرضية مسددة كما ينبغي ودوخة كان أذكى وصد الكرة بعدما ضربت المرة الأولى فوق أرضية الميدان شوف الأذكى اللازمي لحقها بعدما تضرب مباصرة فوق أرضية الميدان تلعب الكرة تنائية حميتي في التوزيع القائمة ودوخة يلتقطها بكل هدوب كل رزانة وثقة في النفس راح ساليب بو بشرة منه لك على جهة نسرة ساليب بو بشرة يبحث عن شاش يفضل يرجع ليه الوسط صعب الكرة للفريق اتحاد الحراش نحية التزديدة أرضية التزديدة أرضية لم تكن فيها القوة اللازمة التي تقلق الحارس ملك عسلة مختار اللمحان يأخذ مكان تجار في وسط الميدان من جاري فريق شبيب دول عبد الكرة التزديدة بعيدة التزديدة بعيدة تماما على أزدين دوخة صعود كل لعبي فريق اتحاد الحراش في هذه الركنية مع أبو مشرى وكذلك بن عبد الرحمن القائمة الثاني وعسلة يلتقطها فوق الرؤوس عسلة يستقبل ويلتقط هذه الكرة فوق الرؤوس من أمام الجميع بوعلان الذين يغادرون المدرجات مدام أن فريقهم خاسروا من أزم مرفوع الكورو وسليم عسلة يلتقتها سليم عسلة يلتقتها فوق الرؤوس ببراعة والحكم يصفر له خطأ كورا من طواري كان نشد جدا في الشوطة الثانية منذ دخوله ولكن نشاطه لم يكن كافيا وراح موجف جاف وغيرهم من اللاعبين بالإضافة إلى بن عمار واحد من اللاعبين الذين كانوا متميزين في الصفراء وتزديد من بعيد فوق المرمى خرجة الكورا ضربة مرمى ثلاث دقائق الأخيرة الآن علي ريال لعب مباراة كبيرة اليوم في وسط دفاع فريق الشبيبة يطلب من جماهيره موصلة تشجيع فريق الشبيبة لكي يتوج بلقب جأس الجزائر للمرة الخامسة في تاريخه فرحة ستكون كبيرة لأنصار الشبيبة هنا وفي تيزيوز وفي بيجايا وحتى في الجزائر العاصمة لأن معروف فريق شبيبة القبائل عنده جماهير في كل مكان موحد من الفرق العريقة في الجزائر وأول مرة الرئيس عبدالعزيز متفليقة يسلم الكاس لشبيبة القبائل التي لعبت معه ثلاث نيائيات وهكذا تفوز الشبيبة وهكذا تفوز الشبيبة بجدارة واستحناء على فريق اتحاد الحراش بكاس الجزائر ألف حتى حيا للخاسر اتحاد الحراش على وصوله للمباراة النهائية الذي لم يخيب عموماً ولو أنه خيب من حيث الأداء اليوم عندما تكون بحوزة الكرة أو عندما يضيحها خيب جماهير ولكن يبقى وأنه يلعب موسم رائع هذا الموسم في الدور الجزائري هكذا اختارت السيدة أن تكون قبائلية هذا الموسم لفريق شبيبة القبائل ألف مبروكلي الشبيبة بتدويجها الخامس بكاس الجمهورية تفضل مهم